اشتركوا في القناة ممكن جول ممكن جول ممكن جول معاد والمدافع يبعد الكرة فرصة ثمينة تضيع على معاد عيسى اول فرص اللقاء حقيقة فرصة حقيقية شوفوا الرقابة اللاسيقة شوفوا الدفاع مانتومان للعوبة الآن لزعبية يستقبل كورت على مرتين تعود من جديد ومحاولة الآن ما زالت قائمة لفريق الاتحاد وزعبية يشدد وشي ويطلع زعبية يشدد وشي وينجع فيه بعد هذه الكرة الخطيرة تزديدة داخل منطقة الجزاء كاذا الاتحادا يفتتح التشجيل في هذه اللقطة واللقاءات القصيرة شاهدوا فريق الاتحاد يلعب على الكرات داخل منطقة الجزاء والمرفوعة وتبعد من خذ ظهر فريق الأولمبي يحاول الآن رفع الكرة داخل منطقة الجزاء الاستقبال بشكل ممتاز والتزديد وشي ومرة أخرى يا سلام ربيع شادي تجديدة ولا أروع وأيضا علي شيوة صد ولا أروع هذا هو فخري العمدوني شاهدوا لي عادة والرقابة اللصيخة على هذا اللاعب تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء يتم بعادها لكن في غياب الأهداف تبقى نتيجة متعادلة ما بين الفريقين هذا هو المهدبي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء ويلعبها العباسي ومحاولة محاولة مباختة من العباسي ولكن كرة سهلة في دين الشيوة على حساب فريق النهضة هذا هو زعبية ولاحظوا التمرير الذكية الماكرة لمعاد عيسى وشوفوا ويقضت أيضا المدافع نظال سعيد بلعبها بشكل سريع الزعبية الآن زعبية يمور زعبية أربع لعبين مقابل خمس لعبين خدوا هاتف شكل ممتاز ماذا يشير الحكم راكلة جزاء راكلة جزاء لفريق الاتحاد في الدقيقة السادسة والثناثين هنا يعلن حكم اللقاء عن راكلة جزاء للعباسي العباسي إذن يتحصل على راكلة جزاء في تسجيلها وأعطالها سباقية للاتحاد والصافرة تأتي ومعاد عيسى ينجح لفريق الاتحاد الاتحاد يتقدم براكلة جزاء لمعاد عيسى في الدقيقة الثامنة والثلاثين والتعديل والعودة للقاء وفريق الاتحاد سيحاول الإبقاء على تفوقه وزيادة نتيجة اللقاء ملعوبة الآن في الطرف الأيمن لفريق الأولمبي محاولة التمرير بشكل ممتاز لو وجود لحالة تسلل العرضية ولكن لمن مقابل لا شيء شاهدوا لعادة شاهدوا معاد حاول التمرير كرة أمامية والتسديد ولكن الكرة غادرة ترضية ملعب ربما باقعتني هذه الكرة مع الوقت المبدد ولكن الفوزي بها فريق الاتحاد حامل نسخة بطل النسخة الماضية وصاحب 17 بطولة مع فريق الأولمبي اللي استطاع بكل جدارة واستحقاق قد يفوز بنسخة 2003-2004 ويسجل اسمه مع الفرق المتحصلة على لقب الدوري الليبي الممتاز إذن التنفيذ الآن والتسديد ولكن خارج الملعب تسديدها كانت بعيدة كليا تسديد فيها القوة ولكن لا يوجد فيها التركيز من هشام الأجنب حاكم يقول ما فيش خطأ خطأ كان من الدفاع في تقديرها بكرة تعود من جديد لفريق الأولمبي اللعب البديل مصطفى المونير يقود هجمة يالعب الكرة داخل منطق الزاو فرصة الآن للتسديد والكرة تغادر لكن مازالت الكرة بحوزة لعبين فريق الاتحاد والمحاولة الآن فرصة الآن للتسديد يفضل التسديد والهدف الثاني هدف مباغت هدف من مسافة بعيدة للعب البديل يوسف كارا ينجح كارا ينجح كارا في تعزيز التفوق والتقدم بهدف تاني من مسافة بعيدة من كرة غير متوقعة للشيوة من مسافة بعيدة ينجح فريق الاتحاد في تجديد الهدف التاري والإتمعنان قليلا على نتيجة المباراة شاهدوا التسديد القوي المركز من كارا من مسافة بعيدة إذن حسب تعليمات شاهدوا غرفة البار والحكام الليبيين اللي هم الحكم الدولي عبد الباصل شهوب والحكم الدولي باسم سيف النصر ومحمد الجحومي مازال يتابع في هذه اللقطع إذن ماذا سيقول محمد الجحومي في هذه اللقطع إذن ربما يلغى الهدف إذن يلغى الهدف إذن تم إلغاء الهدف بعد مشاهدة تقنية الفار كان ربما هناك خطأ لم يتفطن له الحكم محمد الجحومي بعد العودة لتقنية الفار أعطى أو يعني ألغى الهدف اللي سجل فريق الاتحاد وتبقى النتيجة كما هي عليه هدف مقابل لشيلي صالح فريق الاتحاد هذا هو مروان مروان المبروك أيضا تعليمات والمطالبة باحتساب الوقت المبدد وفائق ربما هو فائق اللعب اللي دخل فائق القرامالي شاهدوا الإعادة شاهدوا ركلة الجزائل اللي تحصل عليها فريق الاتحاد في الشوط الأول حاولة المرور بشكل ممتاز من فائق فائق محاولة المراوغة يلعب الكرة العرضية والمتابعة من فواسي والكرة تغادر إذن تغادر تكون ركنية حسب إشارة حكم اللقاء والحكم ربما هناك راية ناحية من ناحية علي معتوق يخطي علي معتوق تعود الكرة والهجمة لصالح فريق الاتحاد مازالة الكرة لفريق الاتحاد التوغل من أنس يفتح اللعب بشكل ممتاز وفرسة القول قول لفريق الاتحاد الاتحاد يتقدم بهدف ثاني في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني الاتحاد يتقدم بهدف ثاني في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني غير مسؤول على هذا الهدف عليشيوة تزديد من داخل منطقة الجزاء وقل لفريق الاتحاد هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني ربما يطمئن فريق الاتحاد على تيجة المبرى وفريق الأولمبي يفقد نتيجة هذه المباراة بهدفين الأخيرة من الزمن الوقت المبدد الذي تم إضافته وهو خمس دقائق على الاتحاد يتقدم بهدفين مقابل شيء في المعادل الآن يلعب كرة عالية وفي هذه الآونة مشاهدين الكرام عن انتهاء زمن الشوط الثاني والمباراة بتفوق فريق الاتحاد بهدفين دون مقابل ترجمة نانسي قنقر